السلام عليكم و اهلا بكم معنا في وصفة جديدة من قناتي مطبخ سرعتية النهاردة هنعمل وصفة من المطبخ المصري الاصيل وهو الحمام المحشي هنعمله بطريقة كده خفيفة وسهلة وهنعرف خلال الفيديو ازاي نخليه من نفس الشكل كده مايفرقعش مننا في الشربة وازاي نحافظ على الحشو جواه من غير ما نربطه باي خيط وكمان ازاي نحمره من غير دهون بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ياريت لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وكمان تفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات او البول ودلوقتي يلا بينا مع بعض نشوف طريقتنا اللذيذة جدا للحمام اول حاجة هنبتدي بتحضير الحشوة في طاصة سخنة على النار هحط معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي هنزل عليها بصلة كبيرة مبشورة او حسب الكمية اللي انتي هتعمليها هقلب بقى البصل كويس على النار لغاية ما يغير لونه ياخد اللون الاشقر الفاتح انا مش عايزة بصل مقلي انا عايزة بس ياخد نكهة من السمنة البلدي اللي انا حطتها فهقلبه كويس كده باستمرار عشان ما يتحرقش من الجوانب اول ما اخد اللون اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده يعني غير لونه هنزل عليه فريك يكون مخسول ومتصفي من المياه انا منزله هنا حوالي 3 كبيات من الفريك بس طبعا قلتلك حسب الكمية اللي انتي هتعمليها تقدري تعملي الكميات هقلب بقى البصل مع الفريك كويس لغاية كده ما تحسي ان المياه بتاعت الفريك بدأت تنشف وما بيعملش صوت يعني عشان ياخد كده طعمة من البصل وحبتدي بقى حطله ملح معلقة كبيرة من الملح وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر هيا دي بس البهورات بتاعتنا هنزل عليها دلوقتي بقى مياه مغلية لغاية ما تغطي الفريك طبعا انا مش عايزة المياه بتاعت الفريك تكون زيادة يدوب كده تكون بنفس مستوى الفريك في الطاصة هقلب دلوقتي بقى الفريك واغطي عليه واسيبه يستوي نص سوى جبنا بقى الحمام انا غسله ومنظفه كويس وحجيب بقى الفريك بعد ما استوى نص سوى يعني ما يكونش مستوي تماما لانه لسه حيستوي تاني جوه الحمام وابتدي بقى احشي الحمامة كويس جدا طبعا لما بحشي بالفريك هو ما بيزدش في الحجم زي الرز فبندغطه كويس يعني حاولي كده تضغطي على الفريك كويس وبعدين ندخل الرجول بتاعة الحمام في الفتحة اللي موجودة في الحمامة من تحت ندخل الرجلين عشان تقفل على الحشو وما ينزلش ساعة التسوية وكده الرجول هتكون عاملة زي المشبك انا بحطها كده بشكل اكس فبتمسك الحشو من تحت وما تخفيش مش هيطلع ان شاء الله وبعد ما بعملت الرجول بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده هبتدي بقى الجزء الفاضي ده احط فيه فريك تاني عشان تكون محشية كويس وبعد ما حشيت كده البطن شايفين الرقبة اللي هي فيها الجلد دي هي دي بقى اهم جزء في الحمامة لان هي اللي بتخلي الحمامة حتى لو صغيرة لما تكبسيها كويس بتدي شكل الحمامة كده كبير وهي بتكون اكتر جزء لزيز بيفضلوا الناس لما ييجي يأكلوا الحمامة فببتدي كده احشيها كويس بالفريك وكل ما بحشي انزل لتحت كده عشان الفريك يخش لي الحمامة من جوه وما يكونش فيها اجزاء فاضية فببضل كده اضغط في الفريك لغاية مضمن ان الرقبة كلها اتملت بي الفريك وعملت كده زي السرة حوالين الرقبة بس زي ما قلت لكم انا هنا في الفريك بضغط كويس عشان الفريك مش بيزيد في الحجم زي الرز لكن لو انت هتحشي به الرز بتبتدي تسيبي كده فرغاف عشان الرز لما يستوي ياخد كده مسحته وما يعجنش جوه الحمام يعني بتحشي كده تقريبا نص حشوة يعني تسيبيها فاضية شوية عشان لو استوى ما يبقاش معجن وتحسي ان الناس كده بتاكل عجين جوه الحمام بعد ما حصيت بقى ان الحمامة اللي معايا كلها تكبست كويس جدا بالفريك يعني بعد ما حطيت كده الفريك ونزلته لتحت حسيت اللي مفيش مساحات زيادة بحطها بقى وبكمل كل كمية الحمام اللي معايا بنفس الطريقة نيجي بقى للمرحلة المهمة وهي مرحلة التسوية في حل على النار هحط ميا ولازم تكون بتغلي قبل ما حط الحمام هحط فيها بقى بصلة وكمان ملح وفلفل اسمر وورق لوري وحبهان اخضر وحبهان اسود وقرنفل وكم واحدة من البهار الحلب وكمان واحدة من اللومي طبعا البهارات اللي انت بيتحب بيها في شربتك تقدر يدو فيها هي دي انا البهارات اللي دفتها على الشربة بتاعة الحمام دلوقتي بقى بجيب الحمام بتاعي وبعمل فيه زي ما انتم شايفين في الفيديو اول حاجة بنزل الجزء بتاع الرقبة عشان يقفل على الحشو واضمن ان هو ما يطلعش فيه التسوية كده انا ضمنت ان الحمامة مش هتطلع الحشو ولا من فوق ولا من تحت لان الرقبة قفلت على الحشو من فوق لما نزلتها في المية المغلية وكمان الرجول لما بتنزل في المية المغلية بتقفل اكتر على الحشو من جوه وبكده ضمنت ان الحشو هيفضل جوه الحمامة ومش هيطلع من غير مربوطها باي خيط بنزل بقى كل كمية الحمام في المية بنفس الطريقة دلوقتي بقى المية طبعا اللي انا نزلت فيها الحمام كانت مغلية لكن لما اجي نزل الحمام بكون مهدية النار على الاخر وبسيب بقى الحمام يستوي على نار هدية لمدة نص ساعة وبكده اضمن ان الحمام مش هيفرقع لان التسوية على نار عالية هي اللي بتخليه فرقع ويطلع الحشو من برا بعد نص ساعة بقى ابتدي اطلع الحمام من الشربة زي ما انتو شايفين محافظ على قوامه وما فرقعش والحشو كمان ولا طلع ولا من فوق من ناحية الرقبة ولا كمان من تحت عند الرجول بصف فيه بقى كله من الشربة وهطلع كل الحمام اللي معي على طبق عشان احمره في مرحلة التحمير بقى انا هعمله بطريقة خفيفة هجيب صنية الفرن وهبتدي ادهنها زيت من تحت عشان ما يلزقش فيها الحمام وحبتدي كده ارس وحدات الحمام بعد ما طلعتها من الشربة طبعا تقدروا تحمره في سمنة او تحمره في زيت يعني التحمير دا يرجعلكو بس انا بحس ان شاويه في الفرن بيكون اخف دلوقتي بقى هحط وحدات الحمام زي ما قلتلكم هحطها كلها جنب بعض في سنية الفرن والسر بقى في تحمير الحمام من غير اي دهون هو استخدام اللبن الحليب انا هاخد كده شوية من اللبن الحليب وهبتدي بالفرشة ادهن الحمام كويس من فوق ومن تحت يعني اول ما ادهنه من فوق كويس سبتدي اقلبه على الناحية التانية وادهنه برضو باللبن الحليب عشان يكون متغطي من الناحية تان ده كده بيدي طبقة حلوة ومقرمشة كده للحمام من برا وكمان بيخلي لونه حلو جدا من غير ما تستخدمي اي دهون بعد ما خلصت دهن كل كمية الحمام اللي معايا هبتدي بقى دلوقتي ادخله الفرن عشان يتحمر بكون بقى مشغل الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت وبسيبه جوه الفرن لغاية ما ياخد اللون الدهبي اهم حاجة انت تبعيه اول ما ياخد اللون الدهبي هبتدي اطلعه وقدمه هحط بقى في طبق التقديم فريق بس طبعا ده يكون مستوي تماما مش نص سوى هرصه فوقيه وحدات الحمام وهحط كده تمط مية في النص كتازين واهم خطوة دلوقتي بقى هجيب فرشكم غطصها في السمنة البلدي وحدهن بيها الحمام من فوق ده بيدي طعم خرافي يعني هيخلي كده طعم الحمام مختلف جدا وبقى طعم السمنة البلدي هينزل كمان على الفريق هيكون طعمه لذيذ جدا وهيدي كمان لمع حلوة للحمام يعني الطريقة دي بتكون اخف من القلي وفي نفس الوقت لذيذة وبكده نكون خلصنا وصفتنا الحلوة للنهاردة عملنا الحمام بطريقة اخف كده من القلي وفي نفس الوقت طريقة لذيذة وعرفنا ازاي اتحمر من غير ما نحط عليه اي نسبة دهون من فوق وكمان ازاي الحشو يكون جوة الحمامة ما يطلعش وازاي ما تفرقعش منك في الشربة يارب كده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خفيف عليكم ويكون عجبكم اتمنى تجربوا كده طريقتنا لانها لذيذة وحتعجبكم جدا ولو عجبكم الفيديو بتاعنا للنهاردة ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنت ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش الاشتراك في القناة كان معاكم سارع تايا اشوفكم في وصفة جديدة باي باي